إذا كانت ميزانيتك ما بين 250 دولار إلى 300 دولار وكنت تفكر في شراء كرت شاشة جديد فغالبا ستجد نفسك محتار بين الخيارين هما RTX 4060 أو RTX 3060 السلام عليكم في هذا الفيديو سأجرب كرت RTX 4060 وأجاوب على السؤال الذي يطرح الكثير من الأشخاص وهو أي كرت شاشة يجب أختاره RTX 4060 أو RTX 3060 وبدون مقدمات ننتقل إلى بعض الفروقات بين الكرتين حيث أول شيء كرت RTX 4060 تستهلك حوالي 115 واط أقل بكثير من كرت RTX 3060 التي تستهلك حوالي 170 واط أي أن كرت RTX 4060 لن تحتاج إلى باور سبلاي قوي وهذه السلبية الوحيدة لكرت RTX 3060 لأن كل شيء تبقى من حجم البرام والباندويت ومسارات الPCI فهي متفوقة فيها وإن كنت تريد تعرف أكثر عن كرت الأمس آي الذي جربته اليوم فقد تركت التقييم الخاص به في الرابط الموجود أسفل الفيديو وبداية التجارب ستكون على لعبة Expedition 33 حيث قمت بتجربتين على PCIe 4 والPCIe 3 وكانت النتيجة حوالي 140 فريم كمتوسط لكلا التجربتين وهذا شيء متوقع بسبب أن اللعبة تستهلك حوالي 6 جيجا في الفيرام لهذا لن تؤثر سرعة PCIe وبالنسبة لباقي الكروت فقد تفوقت RTX 4060 على RTX 3060 بنسبة 14% وكذلك تعادلت مع كرت RTX 2080 ويمكن أن نقول أن هذه البداية جيدة لكرت RTX 4060 وثاني لعبة سأجربها اليوم هي KingDom.com 2 على 1080p Extreme Seating وكذلك قدمت كرت RTX 4060 أداء جيدة في هذه اللعبة لكن باستخدام PCIe 4 حيث كان أداء PCIe 3 أضعف بـ 13% تقريبا وهذا بسبب أن اللعبة متطلبة على الفيرام بشكل كبير جدا وبالنسبة لباقي الكروت فقد تفوقت RTX 4060 على RTX 3060 بحوالي 9% وهذا باستعمال PCIe 4 لكن باستعمال PCIe 3 أصبحت أضعف من RTX 3060 في حين كان أداء RTX 3600 XT سيء جدا وقد قمت بإعادة تجربة عدة مرات كي أتأكد وفي الغالي فالباندويت والثمانية مصارات الخاصة بالPCIe أضطروا على الآداء بشكل كبير جدا ويمكن أيضا بسبب عدم Optimization جيد للدرايفر الخاص بهذا الكرت وثالث لعبة هي Indiana Jones وهي لا تعمل على الكروت التي لا تدعم الريت رايسينغ وكذلك سيحدث كراش لو اشتغلت على أعلى الإعدادات على 1080p لأنك ستحتاج إلى أكثر من 8 جيجا في الفيرا لهذا فلو لديك RTX 4060 ستضطل إنزال إعدادات فيه ورابع لعبة هي Marvel Spider-Man 2 على 1080p Very High Setting وهذه اللعبة أظهرت بشكل واضح تأثير تواجد 8 مصارات للPCIe حيث باستخدام PCIe 3 كانت كرت RTX 4060 أضعف بحوالي 25% تقريبا وهذا جعل الأمر يظهر كأني جربت كرت أخرى كليا وبالمقارنة مع الكروت الأخرى فهذه المرة تفوقت كرت RTX 3060 بفارق بسيط وفي الغالفة الفيرام والباندويت كان لهم دور كبير في هذا الشيء في حين كان أذاء كرت RTX 4060 باستعمال PCIe 3 أضعف حتى من كرت RTX 1600 XT وخامس لعبة يوم موستر هانتر على 1080p على أعلى الإعدادات بدون ريت رايسينغ وعطت كرت RTX 4060 أضاء متقارب باستعمال PCIe 3 والPCIe 4 لكن يمكن ملاحظة ضروبات عالية بالإضافة لعدم تواجد تكستر بشكل كامل وبالمقارنة مع الكروت أخرى فقد ظهر أن كرت RTX 4060 تفوقت على كرت RTX 3060 لكن في هذه الحالة بالأخص ستكون RTX 3060 أفضل لأن لديها قيمة 1% أعلى وهذا سيجعل الحركة سليسة فيها عكس RTX 4060 ترجمة نانسي قنقر وآخر اللعبة معنا اليوم هي Oblivion Remaster على 1080p Ultra Seating مع استخدام 50% Resolution Scale وكان الفرق بين PCIe Gen 3 والGen 4 لا يوجد تقريبا وبالمقارنة مع الكروت الباقية فكان كرت RTX 3060 أضعف بحوالي 10% بالمقارنة مع كرت RTX 4060 لكن تبقى نتائج الكرتين مقبولة ولا يوجد فرق ملحوظ بينهما ومتوسط الخمسة ألعاب أمامكم وأول شيء يجب تعرف أن RTX 4060 وال300060 لن يعطوك الستين فريم على أعلى الإعدادات في الكثير من الألعاب الحديثة وستضطر لإنزال الإعدادات ومن التجارب التي قمنا بها اليوم فقد تفوقت RTX 4060 بحوالي 7.5% على كرت RTX 3060 عند استخدام PCIe Gen 4 لكن عند استخدام PCIe Gen 3 نقص الآذاء بشكل أكبر يعني لو لديك منصة تدعم PCIe 3 أو معالج مثل الريزن 5600G لا تشتري أبداً RTX 4060 والاختيار بين الكرتين سيكون صعب لأنه في هذه الحالة ستضطل إنزال إعدادات في كلا الكرتين للحصول على 60 فريم وسيزيد فرق الآذاء بين الكرتين لصالح RTX 4060 لهذا فالسعر هو الذي يحدد وفي الغالي فالRTX 4060 ستجدها بسعر مرتفع كثيراً لهذا أظن أن توفير المال في كرت الRTX 3060 سيكون أفضل خيار خاصة أن كرت الRTX 4060 ستعاني أكثر في المستقبل وربما سنراها لا تشغل بعض الألعاب مثل إنديانا جونز كما حصل في التجارب السابقة ولو كان كل شيء يسير بطريقة جيدة فكان يجب أن يكون سعر الRTX 6060 نسخة 8 جيجا قريب لهذه الكروت وبالتأكيد أقوى بكثير منهم لكن للأسف فلا وجود لها أبداً في السوق المحلي وربما يجب أن تنتظر أكثر أو اشتري الRTX 3060 لو وجدته في سعر منقفط لكن أصبح تواجده الحين في الجديد أقل من السابق لهذا سأكرر الأفضل أن تنتظر وفي الأخير إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك سلام